أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم أمريكي مشترك مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا بقيمة 500 مليون دولار لصالح مصر لتمويل تحولها نحو الطاقة النظيفة وفي كلمته خلال المشاركة بمؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ أشار بايدن إلى أن هذا الدعم سيسمح لمصر بالحصول على 10 جيجا وات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 وتحسين ما يقدر ب5 جيجا وات من الطاقة المولدة بالغاز الطبيعي في مصر وأعلن الرئيس بايدن عن تخصيص 150 مليون دولار كدفعة أولى لمبادرات تدعم خطط التكيف في إفريقيا موضحا أن هذا المجهود انطلق بالاشتراك بين مصر والولايات المتحدة ويسعدني أن أعلن عليكم اليوم أنه إلى جانب الاتحاد الأوروبي وألمانيا فهناك صفقة ب500 مليون دولار لتمويل تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وهذه الصفقة ستسمح لمصر بالحصول على 10 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 وتحسين 5 جيجا وات من الطاقة المولدة بالغاز بما يخفض انبعاثات مصر في طاقة الطاقة بعشرة بالمائة وسنعمل مع مصر على حجز أربع مليارات من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي حاليا يخسرهم مصر في الحرق والرياح والتسرب وبفضل هذا التعاون فإن مصر تصبح قادر على تحقيق ما وضعته لنفسها كمساهمات محددة وطنيا إن كان لنا أن ننجح فلابد أن نقول أنه لم يعد هناك عذر لأحد الجميع على علم بما ينبغي القيام به